موسيقى بنا وإليكم برنامج يومي بيتان للحاري بيتان للحاري بيتان للحاري بيتان للحاري حب سيئون واللي هم يحلون سيئون أهل الإسرار ذي منهم للمحبين يدنون أهل النوار ذي هم للمحبين يجنون نعم لتلك الوجوه السافرة نعم خمسون أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الحواري اللي فيها العديد من المسابقات والعديد أيضا من الفقرات الترفيهية معانا السؤال المباشر ومعانا لكم الضرف والصندوق ومعانا لكم الكثير من الحزايا والحكايات الجميلة في هذه الحلقة من حلقات برنامج الحواري طبعا نحن الآن عزائي المشاهدين أمام قصر يعتبر من المعالم الأثرية التاريخية على مستوى اليمن وهو قصر السلطان الكثيري والمعروف بقصر سيئون نكونوا إياكم في هذه الحلقة لنتجول ونصول ونجول سويا بين الحواري بين الأزقة لنستمتع سويا والفائدة أيضا لابد أن تكون موجودة فأهلا وسهلا بكم في الحواري تعرف الاسم الكريم فواد عوض علي أولا أهلا وسهلا فيك وكل عام أنت طيب إن شاء الله إن شاء الله وانت طيب السؤال يقول في فكرة السؤال المباشر كم عدد أحرف اللغة الإنجليزية؟ 27 آخر كلام؟ 27 إجابة خاطئة وسمعوني أحلى تحية عشان مشاركته تعرف على اسمك أيضا؟ ناجع عشور بحميش أهلا وسهلا فيك نحن اليوم حبينا نزوركم في منطقة السوم ونخلي برنامج الحواري يشارككم هذه الفرحة إن شاء الله شاركوا مبارك الله يبارك فيه اسمي يا أخي منت فرحة؟ لا لا مرفعان نعم الله يدي من فرحة على قلبك دائما وأبدا برنامج الحواري عنده لك سؤال بسيط جدا إذا أجبت على هذا السؤال تحصل على مبلغ وقدره ثلاثين ألف ريال يمني مقدم من مجموعة ابن هلابي للتجارة والصناعة إن شاء الله مستعد السؤال يقول كم عدد أحرف اللغة الإنجليزية؟ يا مسهله ويا مبسطه ثماني وعشرين آخر جواب؟ آخر جواب أكد يعني إن شاء الله إن شاء الله سبحان الله شفها ثلاثين ألف يمني بتقرأ عليه بيقع على ثماني وعشرين أكيد أكيد درست أنت لما صف كم؟ تاسعة أكيد في سابعة وثامنة وتاسعة أعلموك الإنجليزية؟ آي و بس ما نعرف يدهي ما تعرف سي دونت ووري ما يعني شي أي لا فيه يمكننا بس بس الله يديم الفرح هذه دائما وأبدا لكن اسمح لي أن نخبرك أن جوابك خطأ آسف يلا ما ها مشكلة يلا عياك الله تعرف على اسمك يا غاني؟ نحنا حمير عبدالله الثقاف أهلا وسهلا فيك في برنامج الحواري وكل عام أنت طيب إن شاء الله كل عام أنتوا بخير وصحة وسلامة من العائدين إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الآن الأهل والقارب الأصدقاء يتابعونك عبر التلفزيون إيش حاب تقول حياكم الله كل عام أنتوا بخير بمناسبة الموسم العظيم في زيارة نبيل الأهود حيث تتساقل القلوب وتورد من مورد واحد مورد الأنبياء والأولياء والصالحين وترفع الدعوات إن شاء الله ونتمنى الإجابات إن شاء الله بإذن الله وربنا يجبر قلوبكم يسعدكم دائما وأبدا بإذن الله برنامج الحواري حاب أنه يكون متواجد في هذه الأماكن الجميلة وفي هذا الموقع ومعانا لك سؤال بسيط جدا تجيب عليه تحصل على مبلغ مالي وقدره كذا وكذا لكن السؤال يقول أولا كم عدد أحرف اللغة الإنجليزية عدد أحرف اللغة الإنجليزية 26 حرف متأكد من الإجابة متأكد طيب ما بتحاول مع الجمهور ولا شي تبدأ بحرف الأو وقتنته بحرف الزد حافظها كلها حافظها يلا نسمحنا FBC DAF GHI JKL MNOBQ RSTU VW XYZ جميل نسمعنا تحية جمهور وهذا مبلغ وقدره 30 ألف ريال يمني مقدم من مجموعة بنهلابي للتجارة والصناعة وجمهور اسمعله أحلى وأكبر تحية شكرا لك شكرا شكرا السلام عليكم السلام عليكم ياب حالك طيب والله الحمد لله في نعم عرفنا على اسمك أصيل علي جزال مبيعجوت عياك الله شاركو مبارك كل عام تطيب إن شاء الله أبارك فيك في معنى لك يعني يعني مسابقة جميلة في فقرة تحدي الجمهور وانت إن شاء الله تكون قد التحد إن شاء الله قده تحد الجمهور تحدى قلوا ما تحدىكم تحدىكم جميل إذن الآن معنا في هذه الفقرة تحدى الجمهور بتختار ثلاث أشخاص انت اللي بتختارهم وبنعطيك مجموعة منه الظروف وانت تختار السؤال وتسألهم هذا السؤال اذا اجابوا عن هذا السؤال بشكل صحيح جدا تعطي كل واحد منهم مبلغ وقدره خمسة الف ريال يمني وخمسة عشر الف يمني لك وان شاء الله واذا اجابوا الاجابة خاطئة وانت جبت الاجابة الصحيحة تحصل انت لوحدك على مبلغ وقدره ثلاثين الف ريال يمني مقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة وصناحة ان شاء الله مستعد من الاشخاص اللي انت تتحداهم الان والله نتحدى هذا واحد واحد شميل تعال تعال بجنب صاحبك تعال الثاني تعال هذي الى ثلاثة ايب واجي واحد اثنين ثلاثة تعال ارجع شوي لورا يا والد شوي تعال 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 في الوسط نتعرف على اساميكم اولا الاسم حصن سالم كرام الحمودي فارس حاكم محمد البلوشي اغادي وطيح سعيد الجابري حياكم الله الان صاحبكم تحداكم متحدي متحدي طيب انتم قد التحدي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله ان شاء الله قد التحدي ان شاء الله قلوا انا قد التحدي قد التحدي جميل الان الشباب خلف الكواليس بيعطونا فقرة تحدي الجمهور وهذه كل الظروف عبارة عن أسئلة تمام وتختار واحد من هذه الأسئلة إن شاء الله وبتعطيهم إياها مثل ما قلت لك إذا أجابوا عن هذا السؤال بشكل صحيح جدا بتعطيهم مبلغ وقدره خمسة ألف ريال يمني اللي يجيب عن هذا السؤال تمام وإذا كان يعني الإجابة كانت خاطئة تحصل أنت أنت جبت الإجابة الصحية تحصل أنت على مبلغ وقدره ثلاثين ألف ريال يمني مقدما من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة مستعد؟ مستعد طيب هذه الظروف وتختار واحد من الظروف فقط الله عافيك هذا هو الأولي تفضل أنت تفتح الظرف واصل تقرأ لهم السؤال الورق الكبيرة من هي الدولة ما هي الدولة التي تنصف على التي تصنف التي تصنف على أنها أكبر دولة عربية في المساحة في حيث المساحة هذا بيال رياض سعودية 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 أكبر محافظة سودان سعودية لزاير المشاركين هذين المشاركين فقط هذين المشاركين فقط هذين المشاركين فقط طيب أنت أش تقول لزاير الجزائر سعودية سعودية سودان السودان الآن أنت خطرت الجزائر وهذا اختار السعودية وهذا اختار السودان كيف تشوف اجاباته والله الاجابات مقبولة كلها هذا المتقى عربية السعودية والسودان انت ايش تقول والله انا اقول السعودية السعودية متأكد من الاجابة متأكد مية في المية مية في المية عربية اصلا دولة عربية طيب والسودان دولة عربية والجزائر دولة عربية لا السودان 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 اكبر واليمن السودان اليمن على متوسطة ما هي ما أنت الآن تأيد من منهم وتقول أكيد أكيد مئة في المئة أنا أود أنك تحصل على مبلغ وقدره لكن شكلك مش حاب يعني يا ريال ماشي مشكلة لكن الإجابة على الرجال ده صحيح متأكد متأكد مئة في المئة أشك خلف الكواليس بإذن الله لا محر خشجنا نفتح السؤال حتى نقرأه ثانية مرة للمشاهدين وعد ذلك نشوف من هي الدولة التي تصنف على أنها أكبر الدول العربية في المساحة هذا قال الجزائر السعودية السودان أنا سعيد جداً بهذه المشاركة لكن للأسف الإجابة الصحيحة ليست الجزائر وليست السعودية إنما السودان إسماله ده هي جمهور هذا مبلغ مقدم من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة وهو عبارة عن ثلاثين ألف ريال يمني طبعاً الثلاثين ألف لا بد أن تقسم لحبيبك اللي أعطاك الإجابة خمسة ألف ريال يمني وخمسة وعشرين ألف ريال يمني لك مقدماً مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة وهذا المبلغ أقسم لحبيبك وصلنا عليه وإنه على هدايا أيضاً خمسة خمسة ألف وبعدين أنت وكرمت خمسة أنت وكرمت خمسة ألف أنت وكرمت وأنكرمت ها ها يلي سبعة زك 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 سبعة أنت وكرمت هلاز هلاز جميل طيب اللي شاركوا معنا هذه هدية مقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة وهذه عبارة عن منتجات جميلة جداً حاب أن نسمع تحية قوية للمشاركين معنا في فقرة تحدي الجمهور شكراً لكم الله عافيك إذن عزائي المشاهدين من هنا مدينة سيئون الطويلة ومن فقرة مواهب على الطريق نتعرف على أطفال هذه السلام عليكم محمد عليكم السلام اسمك يا حلو محمد محمد من نشوان محمد نشوان محمد نشوان مشيدة اليافة ما شاء الله محمد وانت صلاح نشوان صلاح يوسف محمد نعمان يوسف محمد ومن محمد وصلاح ويوسف مستعدين معي عشان ندخل مع بعض في هذه المسابقة الجميلة محمد نشوان صعب بسيط محمد نشودة حلوة تحصنوه على جائزة نشودة عادي يلا سوي نشودة ممنكم بيسوي لي نقطة حلوة نشودة سوي لي نقطة يوسف ها سوي لي نقطة نقطة مع عندك نقطة لا من منكم بي نشودة الان يلا انا انت نسمع منك مع بعض انت وخوانك يلا مع بعض انت وخوانك طالع الابات اشتركوا في القناة مرحبا يا خيال نوع اسمع لهم تحية جمهور اسمع لهم تحية للأبطال ما شاء الله تبارك الله الجمهور متفاعل معاك يعني ندخل برد نستحن ما شاء الله عليك محمد وصلاح ويوسف انتم اليوم في برنامج الحواري بطلعون في التلفزيون ايش تقولون الباب وماما اه نسلم عليهم نسلم عليهم ايش تقولهم اشهر رمضان ايد مبارك حيالكم وانت ايش تقول يا حلو كل عام انتم خيال والجميع بخير وعلشان كذا مجموعة بن هلابي يحب الأطفال ودائما يكرم الأطفال بجوائز جميلة فانتم كلكم تحبون الاندومي ولا ما تحبون الاندومي احبوها اكيد ايش يقولون دائما اندومي من دونها ما يكمل فرحة مدريش لا يومي اندومي من يومها ما يكمل يومي طيب الان مع الشباب بنقدم كرتون اللي الحلوين اتشاركم مبارك كل عام طيب كل عام طيب اتشاركم بخير ان شاء الله طبعا نحن بنسهل لك الموضوع وبنخليها عبارة عن تجربة مش سؤال معقل تمام ان شاء الله مستعد طيب خلي الجمهور يتفاعل مستعد مستعد جميل طيب بغاك في خلال ثلاث دقائق فقط تبحث لي عن شخص في جيبه 12 ألف ريال يمني فقط 12 ألف ريال والفري مع بعض روح روح نتأكد ماشي ممكن يلا مع بعض بيرجع قل له بيرجع ها لحظة من الحافظ ضيب لا مش من البقالة مش من البقالة مش من البقالة من الميدان مش من البقالة لحظة 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 يلا المحلات والبقالات ممنوع بانتنا تريج ها هو انا ما سألكم صاعد بعدين تفضل بعدين ما سألكم صاعد هول بقى حتغنيان احياك تعرفهم اوه ايش اسمك اسمي عبدالله عمار والله نقتبت معي يا أبو عمار دول كلام عبيدين تفضل الان لنا دقريبا دقيقتين وعشر ثوان سبع ثمانية تسعة عاشرة حدا عشر ثنى عشر عقلي عدها ناقصة ثنى عشر الف وخمسمائة بعطي خمسمائة خطي ورد اخ اشوف ومعوا فلوس بخبيها ما بتكفي ولا كانوا طلعت عطا تكيها خلف الكواليس الشباب يعدون المبلغ تأكدوا من المبلغ اذا كان 12500 ريال يمني الان طبعا دقيقتين وعشر ثواني احنا كنا نجري معاك ونشوف الوضع اذا كنت بتقدر يعني تحصل حد في جيب وعطان عشر الف وخمسمائة يبني هلوك 12500 ريال طيب بنتأكد الآن من الشباب 12000 جميل 12500 ريال يمني جمهور اسمالو تحية الله الله احمدكم يا رب احياكم والله جميل انت الآن يعني فست معانا ولكن في هذه الجائزة لا بد من خيارين الخيار الاول يأما ظرف داخله مجهول او انه يكون ونروح مع بعض الى الساحة الجميلة ونشوف ايش داخل الظرف واش داخل الصندوق وانا الصندوق محجاري خافيه رزق فيه اذا اعزائي المشاهدين نحن طبعا مع الوالد هنا والآن الخيار خياره يأمن انه يختار هذا الظرف او يختار اللي داخل الصندوق فالخيار خيارك يا والل وانا الصندوق خافيه فيه رزق ماذا شاف الاركيخ طيب سبحان الله انه يكون داخل الصندوق شي ثاني يعني اه شي ثاني تخيل انت تخيل توقعش داخله توقع عنه حنيش يا ابو روية لما نقوله حنيش منبها ثعبان قال لابو نارا باتيبنعها بالبلوة تقول غيرها ثعبان لابو نارا لا حوله طيب عادك توقعش داخله ان شاء الله يا ربي طيب لو كان مثلا داخله واحد طرزان واحد طرزان ويومه خير وبركة خير وبركة صغيري من الويزين الله يسعدك طيب الظرف هذا المالي والصندوق ايضا اللي قد يكون داخله يعني خاتم ذهب بغاني البنائي ما شاء الله يسعدها ان شاء الله طيب الآن بتختار ولا بتسمع رأيي الجمهور تسمع رأيي الجمهور بتخليهم مشاركونك الرأيي لا الصندوق الصندوق يعني بغت رأيي مالي يومور داري ببي غربقة يسعدك بي غربقة وليوم ميه ليه بي غربقة ميه ليه بي غربقة ميه اخو صدق علي ما بغالي الصندوق بنعبيك طيب انت الآن اخترت الصندوق تمام السقاف دايما طبعوا ما شاء الله يدوا ما شاء الله كريمة هاد يا سقاف الله أكرمك يا رب الآن قدمنا لك قدمنا لك الغالي ضرفين او صندوق الصندوق يا همان الصندوق شغل نحن جاب لك الربش الصندوق اتي ضرفين يا ريال فيها النصيد دي فيها الرزاء اهو معلم مالصندوق شاب الجمهور شاك يقول حتى فيها الف ريال صندوق انما قام احد الظروف يا ريال خاص على Exactly وبعد الظروف وبعد يا أبو وبعد الظروف بغاني الظروف خاف يا روزك خاف يا سعوب معاند الجمهور انت معاند الجمهور ما تحب الجمهور؟ لا لا بغاني الظروف يا شعيد لك عمر لك صعب طيب يا والد انت الان اخترت الظروف تمام لكننا نحبك ونحترمك ونقدرك وعلى عيني وراسك بغيت لك الخير بشكل اكبر بغيتك تغير قرارك شوي صندوق صندوق على طول يا عم سالم ما عفتك يا عم طيب اسمع نحنا بنكون كريمين معك هات يا سقاف هات هات يا عبوك شو بنا والله بطبخك بعدين كنك علي عانتك ها بمسكبه وبهده بعدين بعد اللي رقع والله بطبخ باناقربقنا والله بطبخ رزقنا ولا ما يشي به هما بغى لك الرزق خفير ذا لك رعا قال لك رزق اتخل دوا وسطه يا سعيد طيب اسمع اسمع تخيل يا والد تخيل انت والجمور مع بعض ان الصندوق يكون فاضي تماما تماما فيه سجادة السلاة في سجادة الصلاة فقط الصلاة هي نعمة من الله طيب وإذا كانت الثلاثة الظروف هذه كل واحد منها فيه متر ريال سعودي مثلا نعم حتى مية وعدة حتى مية وعدة كف حتى وحدة بس والله كفي طيب الآن الآن يا جمهور مع بعض الآن طبعا الوالد معصب معصب متفاعل جدا في المسرح متفاعل ما شاء الله الوجه زين يا أخي قلت على شين تلك عمر ما بيقعك ما وجهك زين طيب الآن بنعد من الرقم ثلاثة إلى الرقم واحد مع الجمهور وهو اللي يختار يا أما الظروف أو الصندوق ونحن بنعتمد هذه الإجابة الظروف بنعد ثلاثة اثنين واحد الظروف 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 رغم الظروف القاهرة يا أبو هذي تعبة الحناء الله يسهل لك يا رب ويسعدك دائما وأبدا ونحن سعيدين نحن نكون اليوم بجنبك في هذه اللحظات الجميلة في هذا الشهر الكريم ومدام أنك قررت أن تكون هذه الثلاثة الظروف نشوف مع بعض يا أعزائي المشاهدين إيش اللي داخل هذه الظروف الثلاثة ومثل ما قال على الله على الله على الله ليه في إرادة بالله ليه فيه يلا مع بعض بنمسك أول ظرف يا والد وهو مقدم من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة تمام وهذا ثاني ظرف وهذا ثالث ظرف فنحن بنبدأ بهذا الظرف ونشوف كم داخله فتح الظرف هذه 12500 تمام ما شاء الله واحد في سنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تحية جمهور شكرا يومين أول ظرف أول ظرف أول ظرف أول ظرف عشرة ألف ريال يمني مقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة نشوف أيضا ثاني ظرف خمسة بقى يسعيد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسين خير وبركة خير وبركة خمسة عشر جمهور أنتم معا خمسة عشر لأمنا شكرا ثلاثيان شكرا ثلاثيان طيب تخيل يا والد الآن داخل هذا الظرف في ورقة مكتوب فيها تلغى أي جوائز سابقة تخيل أنا مذن إن شاء الله بذنه في المسجد إن شاء الله ربنا الآن أنت حصلت على مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال يمني تخيل أنه هذا الظرف مكتوب فيه تلغى أي جوائز سابقة بتلغيهم عبطتينها أجراء على طول ثلاثيان أمشي المقابلة الليلة وبنطلع بالتلفزيون إن شاء الله دمارك الله نشوف الظرف إيش فيه إذا كان فيه فلوس أو فيه يعني ورقة مكتوب فيها يلغى إن شاء الله فيها فلوس نعمة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نعمة سنعلى تحية جمهور عشرين ألف ريال يمني لمشاركته في هذه الفقرة طيب الآن هذه المبلغ كله وظروف طبعك مبارك لك لكن أكيد أنت محتار إش اللي داخل هذا الصندوق الجمهور أنتم حابين تشوفون معنا حابين تشوفون معنا الله الله جمهور يولع الدنيا ما شاء الله نشوف مع بعض تعال هنا يا والد تعال هنا تعال عندي والجمهور معي بيعد واحد اثنين ثلاثة ونفتح الصندوق أنا وياك ونشوف إش اللي داخل الصندوق يمكن تكون عيش أحسن من العيش هذي حقه أربع أيام أوه شقه أربع أيام أيوه الله يصعد تمويل عمرك يا الله مع بعض واحد اثنين ثلاثة الله الله طيب نشوف نشوف إش اللي داخل الصندوق نشوف ما شاء الله تبارك الله هذا مبلغ مالي تمام فتحوا شوفوا فتحوا شوفوا فتحوا بنشوفوا بس مش لك لي مش لك هذا مش لك لي ما نشوفي ما نشوفي يوم وعيدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع ثمانية تسعة عشرة حدا عشر ثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمست عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانت عشر ستعشر عشرين كما دي ما شاء الله ما عشرين ألف ريال يمني تمام وأيضا معانا كرتون ندومي ومعانا كيس دقيق حضر موتس ومعانا أيضا منتجات من هلابي للتجارة والصناعة لكن حظك يا غالي كان والليل يبغل عشان من دومي يقولون الطمع في ذكر الله عمار يا عالي عالي نمزع معك يا والد ومبارك لك وجمهور اسمعل وتحية اختامي الله تقول عمارك نشاء الله مرحب إذن أعزائي المشاهدين سعداء جدا بهذه اللحظات الجميلة ومع الوجوه الجميلة ومع الأطفال أيضا أن نكون وإياكم في هذه اللحظات من برنامج الحواري ونختتم هذه الحلقة من برنامج الحواري على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله ميدان 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 الحواري ميدان الحواري ومننا الصغار وعطي لنا الجوار جم من معيه كل هذا المثل لمن أحدي مسابكات نجاة فكافة نواري لكم منا وإليكم برنامج يومي ميدان الحواري ميدان الحواري ميدان الحواري ميدان الحواري